السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب هاملين ايه ان شاء الله تكونوا بصحة وبخير جاتلكم فيديو جديد فيديو النهاردة شباب جبلوك طريقة من اسهل الطرق اللي هنشحن بها شداد باب جنبايل مجانا عن طريق تطبيق ركز معي صديق وهشرح لك كل حاجة داخل الفيديو بالتفصيل اول حاجة في فيديو النهاردة هشرح لك تطبيق هعلمك ازاي تجمع نقاط داخل التطبيق ده وازاي كمان تتحول النقاط اللي انت هتجمع حديد شداد باب جنبايل مجانا يلا بيننا على طول صديق نروح الفيديو بس قبل ما نروح الشباب خلونا نصلى على النبع عليها فضل الصوت والسلام حط لايك للفيديو اللي لسه محطتش لايك لايك مجاني ومش هتخسر اي حاجة حط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس وكل سنو انت طيبين اخواتي بمناسبة شهر رمضان الكريم ويلا بيننا على طول نروح الفيديو ونشحن شداد باب جنبايل مجانا بطريقة اسهل من السهولة اول حاجة صديق هسيب لك رابط التطبيق في وصل الفيديو انت كل اللي عليك هتضغط على الرابط وتروح تحمل التطبيق واول طبعا صديق ما تحمل التطبيق اسم التطبيق جيفت جيم وهو شباب التطبيق اللي قدامنا ده اسم التطبيق صديقي جيفت جيم تمام هتحمل طبعا صديق التطبيق متوفر في مدجر جوجل البداية ولو عايز طبعا تحمل التطبيق من رابط اللي في وصل الفيديو حمل التطبيق تمام صديق واول ما تخشت هتسجل عن طريق جوجل طريقة التسجيل سهلة جدا طيب انت دلوقتي سجلت عايزي تاني انت دلوقتي عايز تبدأ تجمع نقاط زي ما انت شاف صديق انا معي اربعين الف نقطة هعلمك دلوقتي ازيانا جمعت نقاط يلا بينعل طولة شباب نروح على طرق التجميع النقاط اللي انت طبعا صديق اول ما تدخل التطبيق يستجمع نقاط تضغط يا صديقه اول حاجة مكان ما هتطلق مربع باللون الاحمر تضغط هنا كده صديقه على الخانة دي خانة ميني جيمز تمام اول ما تخش طبعا لو دخلنا مثلا يا شبيبي على اول واحدة اللي هي عجلة الحظ تمام اول واحدة يا صديقه عجلة الحظ اللي الوان شبه بعض دي هتخش عليها كده صديقه وتبدأ هنا بقى ان انت تلف عجلة الحظ وتحصل طبعا صديقي على نقاط يعني انا انا كده مثلا هنشبه بهالفة وحصلت على صفر نقطة تمام صديقي هنا طبعا حصلت على صفر نقطة طيب دلوقتي لو دخلت على تاني عجلة حظ مش اول عجلة حظ تاني عجلة حظ طبعا صديقي ما فيهاش صفر نقطة وفيها نقاط اعلى من النقاط الاولانية تمام انا عايزك تركز معا كده اول عجلة حظ فيها نقاط قليلة او يعني نقاط الى حد ما هي مش قليلة ولكن ممكن تحصل فيه على صفر نقطة. انما طبعا صديك تاني عجلة الحظ فانت مش ممكن تحصل فيه على سفر نقطة. ده نقاطها اعلى كمان من نقاط العجلة الاولانية. فمن الافضل يعني صديك ان انت تلف تاني عجلة الحظ. واول عجلة حظ برضو صديكة ان هي حلوة ان انت تجمع منها نقاط لو عايز تجمع منها نقاط. بعد كده صديكة عندنا طرق تانية لتجميل نقاط وهي طبعا شباب الطريقة اللي انا جمعت بيها ربعين الف نقطة. لو دغطت كده صديكة الاخر خانة تحت خالص التطبيق اللي هي خانة الانفايت. انت هنا بس صديك بتدعو اصدقائك. ركز معي كده. انا كل اللي علي صديك ان انا دعيت ستاشر صديك فقط. تمام? دعيت بس يا شباب ستاشر صديك. زي ما واضح قدامك كالصديك. دعيت ستاشر صديك للتطبيق ده. وحصلت على اربعين الف نقطة من ستاشر صديك فقط. ازاي? الصديك الواحد صاحبي اللي بتدعوه بتاخد عليه الفين ونص نقطة. يعني انت دلوقتي لو دعيت صديكك للتطبيق. وصديكك ده سجل دخل التطبيق عن طريق جوجل. خلاص كده صديك. طب انت بتدعوه ازاي? بتضغط كده صديك على كلمة هنا تشاير رابط التطبيق. واسقوا اصدقائك طبعا صديك يعني يحمله التطبيق ده من خلال الرابط اللي انت بعته. وبس كده اول ما صديك يسجل عن طريق جوجل. خلاص كده بقى صديك انت هتحصل الفين ونص نقطة. تمام? وطبعا شباب انا دعيت بس يعني ستاشر صديك حصلت على اربعين الف نقطة. عندك بعدك يا صديكة بقى خانة هنا للعروض لو انت بتحب العروض طبعا فالتطبيق ده موفر لك خانات كتيرة جدا للعروض ولو انت طبعا بتحبش العروض فانت صديك مش هتشتغل على العروض. هتشتغل طبعا على الطرق اللي انا شرحته لك اللي هي ايه? لقى صديك عندك اكتر من عجلة الحز. وعندك يعني عندك تقريبا عجلتين حز عندك صديك عجلة الحز الاولانية اللي انا شرحته لك. والتاني عجلة الحز برضو صديك عندك عجلتين حز يعني تجمع منهم نقاط. وعندك كمان ان انت تدعو اصدقائك انا وريتك دلوقتي قدامي انك ستاشر صديك فقط جابوه لاربعين الف نقطة. وهعلمك كمان دلوقتي ازاي تحول النقاط دي اساسا لشدات باب جنبايل مجانة. وعندك هنا طبعا صديك عروض يعني لو انت بتحب العروض فالتطبيق ده موفر لك عروض. انت بقى صديقي بتحب العروض بتحب ان انت تنفذ عروض يعني تجمع نقاط من خلال العروض فالتطبيق ده صديقي موفر لك في خانة اللي انت تعمل عروض براحتك وتحصل على نقاط. يعني كده صديقي لو انت بتحبش العروض لو انت مش عايز تعمل عروض فانت اتجمع نقاط من خلال طرق كتيرة جدا. عندك مسلا تلات طرق عجلة الحز الاولانية وبرضو صديقي عندك عجلة الحز التانية وعندك صديق تالت خانة دعوة الاصدقاء 16 صديق فقط زي ما انت شاف انا معي 40 الف نقطة يعني تخش كده على الخانة الخانة قبل الاخيرة وعندك هنا صديق اكتر من عجلة حظ ممكن ان انت تجمع نقاط من خلالهم طيب انت مش عايز كده تخش على الخانة الاخيرة خالص تجمع نقاط بدون اي عروض برضو عن طريق دعوة الاصدقاء طيب انت بتحب العروض هتخش بقى صديق على العروض وتجمع نقاط طيب دلوقتي انت جمعت نقاط وعيز تحولها الشدات هتعمل ايه هتخش صديقي على اللي هو المطجر تمام اول واحد طبعا صديقي وفي اعلى الشاشة كده هتجم يوسي باب جومبايل تمام في اعلى الشاشة كده هتلاقي طبعا عندك في ريفاير وحاجات كتير جدا انت هتخش على باب جومبايل يوسي عندك زي ما انت شاف هنا صديقي ب275 الف نقطة عندنا شباب باب جي 60 يوسي يعني صديق عندك الستين شدة ب275 الف نقطة يعني انت دلوقتي لو جمعت 275 الف نقطة طبعا شباب هو عدد النقاط كبير الى حد ما او كمان يعني كبير جدا ولكن يا صديقي انت هتجمع نقاط زي ما انت شاف 40 الف نقطة وده برضو عدد مش قليل من 16 صديق فقط يعني انا ده عدد 16 صديق فقط حصلت على 40 الف نقطة طيب لو انت بقى صديقي عايز تحن 660 شدة هتجمع زي ما انت شاف صديقي 2 مليون نقطة يعني دلوقتي لو انت عايز تجمع 2 مليون نقطة فانت هتشحن 660 شدة باب جومبايل مجانا طيب بقى صديق لو انت عايز تشحن السيزون التاسع او السيزون العاشر او السيزون 11 وكل اللي انت عايزه انك تجمع بس يعني 325 شدة هتجمع كم نقطة هتجمع صديقي اعتبر مليون نقطة او مليون 25 الف نقطة تمام اللي انت صديقي تجمع مليون نقطة تشحن زي ما انت شاف 325 شدة تمام صديقي وطبعا بقى عندك ان انت تشحن جواهر عايز انت شدات باب جومبايل فانت طبعا صديق هتشحن اللي انت عايزه وطبعا بقى صديق انت لو متابع معاه الفيديو لغاية دلوقتي فانت متابع الفيديو عشان تشحن شدات باب جومبايل مجانا تمام فطبعا صديق اكيد انت مركز في الفيديو من الاول ولو طبعا ما كنتش مركز عايز اقول لك رجع الفيديو من البداية وركز كويس جدا وانا دلوقتي حالا صديقة اشرح لك ملخص الفيديو لو انت متابع الفيديو لغاية دلوقتي. تمام? تمام. بص صديقة وركز معي كويس جدا. انت اول حاجة لو انت يعني طبعا عايز تشتغل على التطبيق وخلاص عايز تشحن شدات ركز معي كويس جدا. انت هتحمل التطبيق من الرابط اللي فاصل الفيديو. اول ما تخش هيقول لك التسجيل عبر جوجل تضغط عليه طبعا صديقة هتسجل باي ميل طبعا داخل التطبيق. تمام تمام. انت دلوقتي تسجلت. نقصك ايه? ن ان انت تجمع نقاط وتحول النقاط دي لشدات. طيب انت دلوقتي تجمع نقاط ازاي? عندك صديق خانة ميني جيمز دي طبعا لو انت عايز تجمع نقاط عن طريق عجلة الحظ. عندك عجلة الحظ الاولى وعندك عجلة الحظ التانية تجمع بيوم نقاط. عندك صديق اخر خانة في التطبيق تجمع نقاط برضو بدون اي عروضة عن طريق ان انت بتضع اصدقائك. طيب دلوقتي انت بتحب العروض هتجمع نقاط عن طريق خانة اللي هي عبارة عن عروض. طيب بس صديق خلاص انت بتحبش العروض والكلام ده كله. او مسلا جمعت النقود بدون اي عروض. عشان طبعا يا شباب يعني انا عارف معظمكم بحبش العروض. فطبعا دلوقتي بس صديق انت جمعت نقود بدون اي عروض. هتخش هنا كده على المتجر. وتيجي على وعندك طبعا بس صديق ستين شدة ستة مية وستين شدة تلتمية خمسة عشرين شدة. تشحن طبعا صديقي براحتك. بس كده يا شباب يا فيديو النهاردة خلص اتمنى كل الفيديو عجبكو. لا مستمر معي صديق لغد دلوقتي ما تنساش تحط لايك واشتراك في القناة. شوفكم الفيديو القادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.